حكايتنا النهاردة حكاية طفل إفريقي فقير حصل على جائزة الأسكار السينمائية الأمريكية العالمية الأسكار يعني بطل العالم في السينما طفل فقير تركوا أبوه وهجر أمه اشتغل بائع دونتس في شوارع كامبالا في أغاندا التحق بالجيش البريطاني لما كان محتل أغاندا احتلال صريح اشتغل خدام مرمطون في مطبخ الجيش ويخدم العسكر والزباط ولأنه ضخم الجسم ترقى وأصبح جندي في الجيش البريطاني مين ده؟ جندي غير متعلم يصبح رئيس دولة في إفريقيا لأنه خدام مطيع للبريطانيين ولأنه كان شديد الطاعة ترقى وأصبح رقيب في الجيش البريطاني ولأنه قوي البنية أصبح بطل أغاندا في الملاكمة للوزن الثقيل يا نهرى بيض مين ده؟ من سنة 1961 إلى ألف من 1951 إلى 1960 كان بطل أغاندا في الملاكمة للوزن الثقيل مين؟ عيدي أمين رئيس أغاندا اللي ما كانش مسلم لكنه أسلم وتعلم عيدي أمين دادا لغة اللغاندا والسواحلي عن ظهر قلب أي حد كان يسلم في أغاندا كانوا يطلقوا عليه نوبي لأن الإسلام جاهم من طرف النوبيين السودانيين الله يحفظهم اشتهر عيدي أمين بتصرفاته الغريبة والغريبة جدا مثلا يرمي نفسه بكامل البدلة الرسمية في حمام السباح آه والله اشترك عيدي أمين في حرب مع المحتل الإنجليزي ضد ثورة الماو ماو في غينيا للقضاء عليها ولأنه قاتل بشراسة فتم ترقيته لردبة ملازم رغم أنه كان غير متعلم ولم ينخرج في أي مدرسة عسكرية كل مؤهلات عيدي أمين كانت الطاعة العمياء للمحتل الإنجليزي والقوة والقتال لصالحه بكل عنف أما غرائب بلاد إفريقيا والعرب فظهرت في تطور مكانة عيدي أمين بسرعة سرعة الصاروخ مين عيدي أمين؟ عيدي أمين من مرمطون في مطبخ الإنجليز إلى مساعد طباخ إلى طباخ إلى جندي إلى صف ظابط إلى ملازم وفي بداية الستينات بدأت إنجلترا تدي الاستقلال لشوية البلاد الإفريقية لكنه استقلال ظاهري وتظهر وتحط في كل بلد واحد حاكم بأمرها ولازم يكون عسكري ومن البلاد اللي أعلنت استقلالها كانت أغاندا وكان أول حاكم لها ميلتون أوبوتي واضح أن الاسم الأول إنجليزي والتاني إفريقي الحاكم ده كافئ عيدي أمين على طاعته وتفانيه فيه خدمة الإنجليز بأنه رقاه لردبة نقيب في الجيش الجيش الأغاندي الحديث وكان الكلام ده بعد الاستقلال استقلال أغاندا بسنة واحدة سنة 63 اسمع النكتة النكتة اللي هتدحكك لغاية ما تموت من دحك بعد سنة واحدة يعني سنة 64 بقى عيدي أمين نائب قائد الجيش الأغاندي ينهر أبيض من ملازم لنائب الجيش الأغاندي نائب قائد الجيش الأغاندي وعد استغرب حصل ده في كل البلاد اللي احتلتها انجلترا كلها لكن الأغرب إنه سنة 70 تم ترقيته عاشر مرة عشان يبقى رئيس أركان الجيش الأغاندي اضحك قارقر 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 وهو لا دخل له بالعسكرية ولم يدرس فيه أي مدرسة عسكرية سنة 71 بعد سنة واحدة لمع الكرسي في عين عيدي أمين كرسي الرياسة وحسب كده الرئيس أوبوتي ورتب للإطاحة بعيدي لكن التاني سبقه في صفر لأوبوتي لسنغافورة عمل انقلاب على الرئيس واستولى على الحكم بالهنة والشفقة أول حاجة عملها انه أعدم كل قادة الجيش اللي رفضوا الانقلاب وفي جملة حوارية على لسان عيد أمين في فيلم اتعمل عنه اسمه آخر ملوك سكوتلندا The Last King of Scotland اللي حصل على إيه يا سيد على أوسكر سنة 2007 بيقول كنت خادما في الجيش البريطاني وهم من أجلسوني على كرسي حكم أغندا قالها كده صريحة من 71 ل 79 حكم عيد أمين 8 سنين خلال حكمه اختفى يا سيد أكتر من 500 ألف إنسان أغندي نص مليون أغندي قتلوا وأغلبهم لا يعرف أين هم محدش عارف اتقتلوا ازاي ولا اتقتلوا ليه ولا اتدفنوا فين عيد أمين بدأ حياته في أول خطاب حياته كرئيس أول خطاب للشعب قال فيه لا تنظروا إلى بدلة الجنرال التي ألبسها لأني من الداخل مثلكم أنا زيكم أنا ابنكم أنا ابن الشعب أنا أغندي بسيط جئت أحقق أحلامكم وأجعل أغندا أقوى دولة إفريقية اقتصاديا يعني بالمصر كده وبكرة تشوفوا أغندا الناس الطيبين الغلابة صدقوا بسرعة لأنهم كانوا فقرة وكانوا عايزين يرتاحوا وكل خيرات بلادهم كانت منهوبة ومسروقة ورايح جزء منها لحساب الرئيس السابق أوبوتي في بنوكس ووسرا ونص التاني رايح للاحتلال الإنجليزي اللي أعلن كده وكده أن أغندا أصبحت حرة عايدي أمين كان له تصرفات عجيبة أثناء حكمه جسدها فيلم آخر ملوك اسكتلندا ومنها أنه أطلق على نفسه أنه آخر ملوك اسكتلندا ليه يا طرى هل لأنه حكمها مثلا هل لأنه راح أصلا اسكتلندا في صباه وحباه وعاش فيها آبادا بس لأنه أعجب بالجنود الاسكتلندا اللي كانوا بيحاربوا معاه في الجيش الإنجليزي ولأنه حبهم حب اسكتلندا وأطلق على نفسه قبل نهاية حكمه أنه آخر ملوك اسكتلندا عيدي أمين ظهر في آخر أيامه وهو حاط اثنياشين كتير جدا على بدلته العسكرية ولقب نفسه بكل الألقاب العسكرية رغم أنه لم يخود أي حروب لصالح أغندا ولم ينتصر في أي معراقة والمعراقة الوحيدة اللي خضها مع تنزانيا انهزم فيها شر هزيمة وكانت تنزانيا سبب في الإطاح بعيدي أمين في إبريل تسعة وسبعين فكر كده وانت بتشوف الحكاية دي وقسها كده وفصلها على اللي بيحصل عندنا سنة تسعة وسبعين تنزانيا طردت عيدي أمين بمساعدة ميليشيات أغندية وداخلت العصمة كمبالا ورجعت الدكتاتور اللي قبله أوبوتي لحكم أغندا ولم يكن الشعب الأغندي له أي رأي لا في الإطاحة ولا في العودة وحكم الرئيس اللي جاي بإسم الاحتلال وسرق بإسم الاحتلال والإسم الظاهر ان البلد حر وبيحكمه حاكم حر من نفس البلد من غرائب عيدي أمين اللي قتل نص مليون مواطن أغندي انه قرر في أغسطس 78 طرد 70 ألف إنسان من أغندا ليه يا سيد السبعين ألف دول كانوا من الشعوب الأسيوية الهندية والحاجات دي وهو إيه السبب بيطردهم ليه بيقول لك استنا حلمت ان الله سبحانه وتعالى قال لي اطردهم فطردتهم حلم حلم من غرائب عيدي أمين ان خدم أصره قالوا ان تلاجته كانت دائما عامرة بلحوم البشر أيوة المعارضين ليه كانوا بيتدبحوا واتحطوا في التلاجة وإنه بياكل لحوم البشر اعتقادا بعادات إفريقية قديمة ليه علاقة بالسحرة والحاجات دي إنه لو كلت لحوم بشر بتاخد قوة غير عادية طبعا الكلام ده كلام في الكلوب نفع عيدي أمين إنه كل لحوم خصومه بعد أكلهم لكنه أقر إنه كل لحوم البشر لم يأكلها ولم يتزوقها إلا مرة واحدة لما كان أسير عند قبيلة الماو ماو أطلق على نفسه القاب صاحب السيادة فاتح الإمبراطورية البريطانية الحج الدكتور المرشال عيدي دادا الرئيس مدى الحياة يعني كده ييجي 30-40 سنة والحقيقة إنه ما حكمش إلا 8 سنين بس ما يحكمش وقتل فيهم نص مليون إنسان منح نفسه درجة الدكتوراه وهو مش متعلم من جمعة ماكيريري في أغاندا طبعا سحبوها منه بعد ما عزل وطرد زي ما تسحبت حاجة من فترة بسيطة من واحد برضو كان خدها من ألمانيا قال على نفسه إن وجهه أجمل وجه رجل على وجه الأرض زي الفل قال كتير لكنه أتى الأكتر عاش في السعودية بعد ما طلب اللجوء السياسي ومات في مستشفى الملك فيصل بجدة سنة 2003 أما الأسقر اللي حصل عليها الرئيس القاتل فكان في الفيلم اللي مثله الممثل الأمريكي الأسود العبقري الذي تبنى قضايا الإنسان فورست ويتكر كأفضل ممثل سنة 2007 لأداء ودور عيدي أمين فجعل المشاهد يتحير هل هذا هو عيدي أمين فعلا على الشاشة هل عيدي أمين كان دموي أم إنسان كيف يتحول الإنسان من اللطف وخفة الظل إلى الوحشية والقتل في لحظات هكذا كان عيدي أمين في حقيقته وهكذا جسد العبقري فورست ويسكا ويتكر شخصية الديكتاتور القاتل الدموي عيدي أمين في آخر ملوك إسكتلندا ترجمة نانسي قنقر